يا ترى هل ترى على رأي واحد برضو من المتنطعين المتلطعين هل لك ايه اللي حصل في الكهرباء يعني و ايه الفلوس اللي اتصرفت في الكهرباء دي و اتعامل بها ايه يعني و اين الفوائد و ماذا نفعل كل الكلام ده ات متأكد انك بتسأله بحسن نية طب انا هدي لك الاجابة بس على لسان ضفنا العزيز دكتور ايمان حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء اهلا بيك اهلا بحياتك ازا صحة دكتور دنيا نوره يعني زي الفل و مفيش ظلمة الحمد لله و يعني ان شاء الله بإذن الله تبقى مستمرين على كده ان شاء الله زمان كان قبل ما يتولى الدكتور شاكر مهمته كوزير للكهرباء فكنا الحقيقة نعاني اياما معاناة بانه النور يتقطع بالسبع والثمان ساعات عادي يعني كنا وصلنا لمرحلة ان ده العادي فذهبنا الى مقابل التاريخ وبدأت الدولة الحقيقة وبدأ يمكن حتى كمان الريس يتدخل في هذا الملف ويبدأ هو يحضر الاجتماعات ويناقش وما الى ذلك والوزارة عملت خطة طموحة جدا 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 والحمد لله والشكر لله احنا بنشوف النتائج على الارض نتكلم على هذه النتائج كنا فين ووصلنا الفين خليني اخد لحياتك نقطتين مهمين جدا النقطة الاوانية الواقع اللي احنا بنعيشه حوالينا والتحديات اللي العالم كله بيعيشها في مجال الطاقة وفي الكهرباء والحمد لله ان يعني لولا فضل ربنا سعى تعالى وما تم في القطاع دوت والدعم الكبير من سيادة الرئيس وإيمانه الكبير بأهمية هذا القطاع كنا هنعاني في الايام اللي احنا فيها دلوقتي معاناة شهيدة جدا جدا قبل ما يعني يعني اكتر من اللي كنا بنعانيه في وقت الظلم دي ناحية ناحية التانية وهو الصورة اللي احنا كلنا عشناها الصورة المظلمة اللي كانت قصرها السلبية على كل الناس وعلى كل الفئات زي ما حدك يعني وضحت تخفيف احمال قطاعات مستمرة مستثمرين مش قدين يدروا ان هم يشتغلوا طوال اليوم لان الكهرباء تقطع ساعات ويفصل فصل الطير الكهربي مستشفيات حضانات كل حاجات دي كلها وعايز اقول حدك ان اكثر الناس تفاولا ما كانش يتوقع ان ممكن يحصل تغيير في الواقع المصدم ده في ام قبل عشرين تلاتين سنة ولكن يعني فعلا بامانة دعم سيد الرئيس وايمانه بهذا القطاع الحيوي هو ده اللي خلى ان يبقى فيه تضافر جهود كبيرة جدا حتى لو فيه مخطط مخطط مهم جدا وده الحمد لله اللي بيفرق فيه الوقت الحياة اللي احنا فيه القيدة السلسية دلوقتي دائما وابدا تبص بيقى فيه رؤية مستقبلية طموحة جدا ولكن بيقى فيه مخطط عشان نوصل للهدف بتاعي وكل الدعم وكل التضافر عشان نوصل للهدف ده وده اللي حصل في الكهرباء فعلا انا كان عندنا عجز في انتاج الكهرباء تقريبا من 2008 ما بين 3000 الى 4000 ميجاوات يعني مش من 2014 فقط ولكن كنا بنخفف فيهم بقى على القرى الاماكن البعيدة عن المدن احيانا في بعض المدن الوضع بدأ يزداد سوق تدريجيا الغاية لما وصلنا في 2014 كان وصلنا الى عجز في انتاج الكهرباء حوالي 6000 ميجاوات عشان يبين 6000 دولات يعني يمثلوا قد ايه انا كان اقصى انتاجية او متاحة لنظر انتجها كان حوالي 24000 ميجاوات يعني عندنا 6000 عجز يعني تقريبا في حدود 20% عجز ده اللي قد ايه لان في المدن بقى زي ما حدك اشارت بقى كان المولدات الصغيرة والكشفات اللي بتتشحن وكل حاجات دي كلها ده عجزة علشان لو سديته امشي الدنيا مش اعمل قاعدة او تقعد الطاقة بس مبارد تلاب بالحجز اشغل مصانع واعمل انتاج لا تلاب بالاحتياجات فقط